بعد 20 يوم من احداث صورة يوليو سنة 1952 تلعت مجموعة من عمال مصنع كفر الدور وعمل وقفة احتجاجية وكانوا بيطالبوا الجيش انهم عايزين ينقلوا بعض العمال من مصنع كفر الدور لفرعكم حماد وكمان بيطالبوا الجيش بتزويد الاجور والحوافز طبعا العمال لما خرجت في الوقفة الاحتجاجية كان عندهم امل ان مطالبهم هتتحقق بعد صورة يوليو بس اللي حصل مع العمال كان عكس التوقعات تماما لو انت بتتابعني من فيسبوك اعمل لايك وشير اما لو انت بتتابعني من يوتيوب ما تنساش تعمل لايك واشتراك انا باسم صلاح محور العالم بعد ما العمال عملت وقفة احتجاجية كان عندهم امل ان مطالبهم ممكن تتحقق ما احنا داخلين على عصر جديد وفي صورة بقى لكن للأسف اتفاجأة العمال انه قوات امن قفر الدوار حصرت المصنع وبدأت اضرب نارة على العمال وحصل اشتراك بين العمال وقوات الامن وده خلى العمال تطلع في مسيرة ويقف قدام باب المصنع العمال لما انطلقت في المسيرة وقف قدام باب المصنع كانوا منتظرين الرئيس الراحل محمد نجيب العمال قبل المسيرة سمعوا ان الرئيس الراحل محمد نجيب هيعد من قدام باب المصنع بس الرئيس محمد نجيب لما اتأخر على العمال العمال خدد بعضها وطلع يستنى الرئيس محمد نجيب عند مدخل المدينة ونفس مدخل المدينة كان وقف في الجنود اللي بتأمن مدخل البلد في انتظار الرئيس محمد نجيب المهم كده العمال والجنود وقفين في مدخل المدينة العمال وقفين فوق الكبرى منتظرين الرئيس محمد نجيب وقصد منهم الجنود وفجأة يدخل طرف ثالث في الموضوع والحد النهاردة لسه ما حدش يعرف مين الطرف التالت ده الطرف التالت اللي دخل في الموضوع ضرب رصاصة على الجنود والرصاصة قتلت عسكر وحصل اشتباك بين العمال والجنود وبعد الاشتباك قوات الامن اعتقلت مئات العمال وتشكلت محكمة عسكرية ودي كانت اول محكمة عسكرية لنطق بالحكم على المدنيين واتهمت المحكمة العمال باعمال التخريب والشغب وكان من ضمن العمال اللي متهمين بالتخريب طفل عمر 11 سنة وحكمت المحكمة بالاعدام على محمد خميس اللي كان عمره 18 سنة وكمان حكمت بالاعدام على محمد البكري اللي كان عمره 19 سنة ده غير عشرات الاحكام بالسجن المؤبع على باقي العمال خميس والبكري يا عالم ياهو احنا مظلومين ده احنا هتفنا يحيى القائد العام محمد نجيب تحية الصورة المباركة لكن للأسف كان الرئيس محمد نجيب صدق على الحكم واتنفذ الحكم في نفس السنة وسطى اصوات العاملين هموتوا احنا مظلومين وتنفس حكم الاعدام وتمر السنين وفي سنة 1984 كان الرئيس محمد نجيب في القاء مع المؤلف السليمائي شفيع شلب وكان سبب اللقاء اللي بينهم شفيع شلب بيعمل فيلم وصائكة عن حياة الرئيس الراحل محمد نجيب انهار الرئيس محمد نجيب من البكاء والندم الشديد لما شفيع شلب سأله عن اعدام خميس والبكري وقال محمد نجيب في كتاب كلمتي للتاريخ ارتقيت به وكنت مجتنع ببرائته بل وكنت معجب بشجعته ولكن صدقت على حكم الاعدام تحت ضغط من وزير الداخلية جمال عبد الناصر لمنع تكرار مثل هذا الاحداث رحم الله خميس والبكري والحد ما شوفك الحلقة اللي جاية لو انت لسه ما اشتركتش انزل وعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد